بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحذ ربهم ويستغفرون لهم في الأرض ألا إن الله هو خفور الرحيم والذين اتخذوا من جونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنزر أمة القرية ومن حولها وتنزر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يفي الموتى وهو على كل شيء خدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإلى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير له مخاليف السماوات والأرض يبست الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك ومعني إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم والعلم بغيا بينهم وللا كلمة سبحت من ربك إلى أجل مصمن لقري بينهم وإن الذين أورسوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب مريب فجذلك فدعوا واستقلم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم وأعمالكم لا فجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما سجيب له فجتهم داهضة عند ربه وعالهم غدر ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل ساعة خريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرسخ من يشاء وهو الخوي العزيز من كان يريد حرث الآخرتنا زد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرت من نصيب أم لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب نليم فرى الظالمين مشفقين مما كثبوه وواقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يرشر الله وعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور عم يقولون افتي على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على حلبك ويمهو الله الباطل ويفيق الحق بكلماته إنه علم بذات الصدور وهو الذي يقبل الطوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يحعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيرهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق عليه لبغوا في الأرض ولكن ينزل بحذر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق الصماوات والأرض وما بس فيهما من دابة وهو على جمع منه إذا يشاء خدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت يديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجرين في الأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير ومن آياته الجواب في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الرياح فيضللن رواكل على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلموا الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وعب خير الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكتلون والذين يجذنبون كبائل الاسم والفاهش وإذا ما غذبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأخاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما تقناهم منفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الغذب غير الحق آئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الموض ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنصهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مخيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أياته يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجع يومئذ وما لكم من نكير فإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حتى الله إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان مننا رحمة فره بها وإن تصبهم صيات لما أخذ متأيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك الصماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إنه عليم خدير وما كان لبشرنا يكلمه الله إلا وحي نوم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر